أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم أيها اليخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة نحييكم من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم أولى أيام الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وتنظمه وزارة الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أيها الأحبة ما زلنا نعيش ونستظل في ظلال ذكرتين عزيزتين ذكر ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء فملأ الدنيا أمنا وأمانا وسلاما ووئاما وذكر انتصارات العاشر من رمضان السادس من أكتوبر حيث سطرت قواتنا المسلحة ملحمة عسكرية تغنى بها العالم أجمع وما زالت تدرس في الجامعات العسكرية على مستوى العالم فتحية إجلال وتعظيم إلى قواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر العاشر من رمضان أيها الأحبة لقاء اليوم يدور حول مكانة السنة النبوية المشرفة وأثر السنة النبوية المشرفة في حياتنا يحاضر في هذا الموضوع فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف مدير مدرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف أيها الأحبة يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من قادة ومفكري وزارة الأوقاف يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مدرية أوقاف القاهرة وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمدرية أوقاف القاهرة وفضيلة الدكتور سيد محمد حسن مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر وفضيلة الشيخ فتحي الجهري المفتش بإدارة أوقاف شرق مدينة نصر وفضيلة الدكتور عبد الله عبد الفتاح عبد العزيز المفتش بإدارة أوقاف شرق مدينة نصر وفضيلة الشيخ محمد السبع المفتش بإدارة أوقاف شرق مدينة نصر كما يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من روادي مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر وتحية لجميع العاملين في مسجد السيدة فاطمة الزهراء على حسن الاستقبال وحسن التنظيم تحية إلى فضيلة الدكتور الشيخ محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة أيها الأحبة حول مكانة السنة النبوية الشريفة وأثر السنة النبوية المشرفة في حياتنا نبدأ هذا اللقاء بأولى كلمات العلم من فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا وآثرك آثرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ إليه تعالى مشهور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالشكر ووصول لمعالي وزير الأوقاف على هذه الاجتماعات الطيبة للقاء العلم في شتى أربوع مساجد مصر وشكرا لهذه الإدارة الطيبة وشكرا للمعالي الدكتور أحمد على هذه التقدمة والحضور للإزاعة والحضرين جميعا لا شك أننا في إطار السنة الشريفة نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير رسل الله تعالى وأن القرآن الكريم هو المنهج الخاتم الذي أنزله الله تعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا المنهج الخاتم للرسالات السماوية المنهج السماوية السابقة يعني كيف نفسر الإجمال الذي ورد في القرآن الكريم كيف نفسر العنفاض المطلقة التي وردت في القرآن الكريم فلا شك أن السنة هي التي تنير لنا الطريق في كل نواحي حياتنا إطلال على العبادات كيف نصلي لما لا بد أن نرجع للسنة الشريفة أعداد الصلوات وأوقات الصلوات والكيفيات وما نقرأه وما نسبحه وهيئات الصلاة وغير ذلك الزكاة يعني الزكاة ما هي المقادير التي نخرجها ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة يعني وغير ذلك ما هي الأصناف التي تصرف إليهم الزكاة بالتفصيل والتحديد والكيفية وما إلى ذلك كل جوانب حياتنا لا بد أن نرجع للسنة الشريفة ولذلك يعني هي أحد يعني الوجهين لا غنى عن القرآن الكريم ولا غنى عن السنة الشريف العملة كالعملة ناحية كده وناحية كده هي وحق قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى ومولانا فرد الشيخ أحمد قرأ قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة ويقول تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدئ فحياتنا سواء في العبادات بشتى أنواعها نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون في الحق يعني خذوا عني مناسككم وفي القضاء وفي الشهادات وفي الجنايات وفي القصاص والديات وفي المعاملات نقف يعني إطلال سريعة على المال أو على المعاملات بيعتبر أننا يعني لا تقبل لنا طاعة إلا إذا كان المال من حلال والكساء من حلال والشراب من حلال رسولنا صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدينا إلى يعني أن نأكل طعاما حلالا وأن نشرب حلالا ففي عقد الباء مثلا يعني أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكون صادقين في بيعنا وفي شرائنا يبين لنا المصطفى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني البيعان يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهم وفي بيعهم وإن كذب وكتم محقد بركة بيعهم شوف يأخذ بأيدينا سيدنا الرسول إلى الصدق في المعامل إلى الصدق في التجارة القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طرد منكم التجارة معناها معناها البيع والشراء بالتكرار بقصد الربح حينما اشتري السيارة لاستخدام خلاص دي الاستخدام إنما عند معرض سيارات اشتري سيارة وبيعها واشتري سيارات وبيعها عند توكيل عند معرض يبقى التجارة بقى يخلي بالك لابد أن يكون صادق يبقى العشيد خطر التجارة دي يبقى فيها صدق سيدنا الرسول بارك العمل التجاري في من السيدة خديقة رضي الله تعالى عنه باشرها دي المهنة الطيبة وبين لنا كيف كان لا يماري ولا يعني يجادل فبين يبقى الصدق ده واشتورة بالصديق لأجل هذا وغيره فإذا فإن صدق وبينا بورك لهم يعني معناها لأخفي عيبا وسيدنا الرسول بالواقع يعني سيدنا حباني بن موقف الأنصار رضي الله تعالى عنه كان رجلا كبيرا وكان يغبن في البيعات يغبن يبيع بسعر يعني رخيص ويرجع مبسوط خالص ويشتري بسعر عالي ويرجع مبسوط خالص أولاده يعني طلبه من سيدنا الرسول أن يحجر عليه يمنعه من التصرف لأن يعني يبيع بخصارة ويشتري بزيادة يعني ده يغبن يبقى يغبن معناه أنه هو يعني سعر الجانب الشهو في الشراء والبيع فطبعا سيدنا الرسول وهو يعني بالمؤمن رؤوف الرحيم دم ما سمع منه وقال أنه رؤو الكبير ولا يستطيع أن يمتنع عن السوق عن الشراء والبيع ماذا قال له قال له يعني رشدة علاج لنا جميعا أغلبنا أغلبنا لا يعرف حقيقة البيع والشراء والممارسة تخفى عليه أمور كثيرة فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا سبحان الله أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم إذا بايعت يعني بعت أو اشتريت فقل لا خلابة يعني لا خديعة قل للرجل اللي بتبيع التعامل معاه ده قل له أدينا النصيحة أدينا النصيحة لا خديعة البيع والشراء إحنا مع بعض تعامل قل له عيوب السيارة إيه قل له محاسن السيارة إيه قل له العيوب لدي يعني هذه السلعة مقلدة ولا أصلية فكل لا خلابة لا خديعة وحط علاج تاني يعني عشان يضبط العبلي ولي الخيار الثلاثة دي الخيار يعني إيه البيع ليس باتا أنا هراجع نفسي هراجع أولادي هراجع أهل اقتصاص أشوف يعني السيارة دي أنت استحق السعر ده ولا لا أشوف يعني هي غالية ولا مش غالية محاسنها صح ولا صح المشتري برج بكذا مليون هراجع أجيب أهل اقتصاص وراجعهم المهندسين والجماعة اللي هم يجبوا مجسات ويشوفوا الدنيا فيها إيه سبحان الله شوف قوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم علاج يبقى هذا يدل على إيه على إن طبعا أغلبنا يجهل قيمة السلعة وأفكار السوق ومعالم هذه يعني السلعة يبقى مراجع أهل اقتصاص يبقى الراجل ده اللي هو حتى لو أراد يعني أن يخدعني سيراجع نفسه وبعدين قبل نهاية المدة بديئة واحد من حقي أوليا وفلان سلام عليكم أنا والله الصفقة يعني لست بحاجة لها الآن أعتزر يبقى البيع لا يتم ولا يعني يكون متاما إذا مضت لمدة الخيار مدة الخيار طبعا سلسة أيام عند الجمهور وممكن تزيد على ذلك حسب ظروف السلعة أو محل العقل هذا يعني صورة طيبة تبين لنا يعني السوق السوق الإسلامي ينبغي أن يكون نظيفا يعني أذكر أني ناقشت رسالة في حقوق القاهرة سنة 2000 يتكلم عن يعني الشفافية في محل العقل الشفافية أن استغربت الباحث سافر فرنسا سنتين ومد العلمية جايبها ويقارن بها مع الدكتور نزيه المهد الله رحمه كان رئيس قسم القانون ومقارنة بالشرع الإسلامية وجدت الكلام كأنه فقه ملكي كأنك بتقرأ في كتب الفقه الملكي فاتضح أن يعني الثورة في فرنسا وأوروبا عموما يعني ذهبت إلى أندلس واخذت المعاملات من الفقه الملكي هناك وأسسوا القانون المادني مأخوذ من الفقه الملكي عندنا من الفقه الملكي عندنا فهذا يدل على أن على أن الحضارة يعني المعاملات هناك أخذوها من الفقه عندنا لأن عندنا سيدنا رسول المعاملات حينما نهى عن الغرر وإحناما عن المنابسة والحاجات التي هي خداع والمنابسة والغرر والجهالة الفقهاء كلهم اتفقوا على ينبغي أن يكون محل العقد معلوما علما تاما نافيا للجهال خدوهم الفقر الإسلام جماعة أبناء أنا في كل الشرعب ينبغي أن يكون معلوم وبعدين يبقى حي واحد عن طريق شقة في القاهرة يقوله أجرتك الشقة بكاذا وبعدين هو في المطرية والفنية الناصر والمصر الجديدة ده بد يكون الحي والشارع والرقم وما إلى ذلك ينبغي أن يكون محل العقد معلوما علما تاما الفقه الغربي أخذ ذلك من السنة الشريف أخذ ذلك من فقهاء المذهب الملكي من علماء الأندلس وأصبح طلبنا يذهبون إلى أوروبا يتلقون هذه المعلومات وهي هي بضاعته هي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما نرى نجلس مع أبواب السنة فقط في المعاملات نرى حضارة عالية جدا حضارة عالية جدا حينما تجد سيدنا الرسول كان موجود عندهم يعني جماعة من النطق بعيد عن المدينة ويأتوا لهم بالزيت والأقط والشعير مثلا أو القمحة أو ما إلى ذلك وفيه جهالة في المدة وفيه جهالة في الزمن وفيه جهالة سيدنا رسوله يقول من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يعني معيار السلم أو هذه المعاملة الوحيدة تحل مشاكل الأمة الإسلامية أنا راجل طبعا فلاح والسيولة يعني وبعدين تجيب لي مثلا كل كل أسبوع كل أسبوع كذا مثلا كيلة من كيلو وسن سمنة أو دقيق أو يعني فكهة معينة أو حب معين سبحان الله يبقى أن كان راجل فلاح عند السيولة مستمرة طول العام والراجل اتفق معي مثلا على أساس الكيلو وسن بخمسين أو أربعين أو كده وهو يبيع صاحب ستين أو أكتر لأنه طبعا الحاجة لها يموسم عنده إنما يعني الفقهاء يقولون هذه المعاملة يعني تدل يعني لو نظرت إلى الأصل الأصل عندنا تبتقول لي أن يكون محل عقد معلوما علما تاما يفن الجهال طب الآن أنت بتتعاقد في شيء مجهول مش معلوم دلوقت دي أنت بتقول الأصل هتديني في شهر 6 أو في شهر 8 السنة الجاي يعني كل أسبوع كذا أو كل يوم تجيب لي تورد لي كذا ومعرفش إيه وبعدين ما حددتش مكان لا غيط ولا حقل ولا مكان سبحان الله عجزة شريعي حينما تنظر إلى هذه المعاملة ترى أن الدم حاضرة وأن هذا ارتقاء بالمسلم في المعاملات سبحان الله يعني المسلم في المعاملات إعجاز تشريعي في السنة حينما نقف مع أي ناحية في المعاملات يعني بعض يقول لك لا ده هي استثناء وهي رخصة واستثناء لأن الحقيقة أنها معاملة صحيحة وأن الدم حاضرة والتعاقد سليم بين يعني يعني لأن نزمة الإنسان صالحة للتعاقد وطلبها صالحة للتعاقد وتحمل التكاليف فهذا تشريع معجز تشريع معجز فهذا يعني حينما نقف مع السنة الشريفة يعني البيعان شوف الشركاء يعني الشركاء يعني منهم الشركاء يعني أنا حديث قدس أنا ثالث شركين ما لم يكن أحدهما صاحبة يعني فإذا خان أحدهما صاحبة وإيه خرقت من بينهما يبه هذا يدل على أن الشركات بأنواعيها المتعددة تفتح بابا واسعا لتعمير الأرض أنا جهدي كراجل فرد يعني مهما كان عندي من قدرة يعني برضو جهدي ضعيف إنما حينما أقلت المال بتاعي مع مال آخر وبعدين نبتغي وجه الله ونعمر الأرض ونحل مشاكل الأمة الإسلامية في الوطن في القرية في البلد في الموطن وبعدين بقى في المعالم الحضارة ويعني يبقى الصدق الصدق في المعاملة يبقى معلم من معالم الشريعة في كل نواحي الحياة فهذا يدل على أن السنة يعني جوانب السنة في أي ناحية من نواحي حياتنا لا جنى عنها وأنها البركة ونبد أن نحيا مع رسولنا صلى الله وسلم في كل حياتنا مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران مع الأبناء مع طلاب العلم مع كل من نتعامل معه مع المسلم ومع غير المسلم هذا والله التوفيق لأنه أرى يعني الوقت اللي يتسع لأكثر من هذا وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب غزامل العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا والتي حدثنا فيها عن مكانة السنة النبوية المشرفة وطوف حول التعامل والمعاملة في السنة النبوية المشرفة والدين المعاملة ونحن اليوم نتحدث عن مكانة السنة النبوية المشرفة وأثر السنة النبوية المشرفة في حياتنا في أول أيام الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هنا في رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة مصر بمدينة القاهرة أيها الأحبة ونحن نحيا ونستظل بظلال شهر ربيع الأول شهر مولد الهادي البشير شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسنا تفعل وزارة الأوقاف دوما عندما تتخير هذه الموضوعات الهامة التي تهم المجتمع وتنشر الثقافة وتنشر الوعي وتنشر الفكر الوسطي ولا شك أن كل ذلك يأخذ بأيدي المجتمع نحو التقدم نحو الازدهار نحو السلام نحو الوئام نحو التماسك نحو الاستفاف أيها الأحبة مع فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف مدير مدرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف يحدثنا أيضاً عن مكانة السنة النبوية المشرفة وأثر السنة النبوية المشرفة في حياتنا فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ومح الله به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كانها لها لا يزيغ عنها إلا هالك وبعده فلازلنا نحيا في رحاب هذا الشهر الطيب الكريم شهر ميلاد سيد البرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال القائل وافى ربيع فمرحبًا بهلاله قد أقبل الإسعاد في إقباله شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفًا على أمثاله لما بدى في الأفق نور نور محمدٍ كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله واخضر وجه الأرض ليلة وضعه وانهل كل الغيث باستهلاله صلى عليه الله جل جلاله وحباه سابغ فضله ونواله كل الشكر والتقدير لراعي هذا الحراك العلمي في ربوع جمهورية مصر العربية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كما لا يفوتني أن أشكر المنصة الكريمة سعادة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطة كما أتقدم بخالص الشكر للصديق العزيز كبير المثيعين بإذاعة القرآن الكريم سعادة الدكتور أحمد القاضي كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لحضراتكم على هذا الحضور وأشكر أخي الدكتور محمود الإبيدي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي أرسل الله عز وجل الأنبياء لغاية لهداية الناس وإخراجهم من ظلمات الشرك والكفر والظلم والجور إلى نور الهداية والإيمان وختمهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه كما أسلفت في بداية الكلمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إذن هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وحينما نقول سنة فالسنة عند المحدثين تعني كل ما أوثر أو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية سواء قبل البعثة أو بعد البعثة وعند الفقهاء المراد بالسنة هي المندوب أو المستحب أو ما هو دون الواجب أو الفرض عند جمهور الفقهاء إذن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة نعم رغم أنف كل حاقد وناقم ليه؟ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدفي أن يحفظه فنهدني قريش عن ذلك وقالوا كيف بك تكتب كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأحياناً يتكلم بغضب أو زعل أو شيء من هذا القبيل قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى فيه إلى فمه الشريفة وقال أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه أي من فيه إلا كل حق إذن كلامه صلى الله عليه وسلم سنة أفعاله سنة تقريراته سنة يبقى كل كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام حق ولما لا والله عز وجل قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطقوا عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة يبقى الكلام كلام مين كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام سيدنا النبي وحي من مين من ربنا سبحانه وتعالى يبقى ما يطلحش واحد يقول لك القرآن فيه الغنيا عن السنة ونقول جميعا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من من خلق تفضيل يقول لك كل حاجة في القرآن وبعدين تقول له طب من اللي قال صلاة الظهر عندما تكون الشمس في كبد السماء وهي بعد ما تزول يعني عن المنتصف وهي أربع ركعات يقول لك لا أنا مش معترف بكده ده القرآن قال إن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها طب بتحج ومعترف بالحاج ولا مش معترف بالحاج يقول لك آه طيب سدنا النبي صلى الله عليه وسلم حجة وقال خذوا عني مناسككم كيفية الوقوف بعرفة والنفرة إلى مزدلفة ورمي الجمار والمبيد بمنا أيام التشريق هل ورد ذلك في القرآن الجواب لا حينما يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى هو يخاطب من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يبقى سدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين هو المبين للمجمل هو الشارح لما ورد في كتاب الله عز وجل وشوفنا ربنا سبحانه وتعالى رأينا أن الله عز وجل قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال الحسن البصري وقتاده وغيرهما من العلماء الثقة إن المراد بالحكمة هنا هي السن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة إذن القرآن وحي من الله لسيدنا رسول الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وحي من الله حينما نقول هي ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال يبقى كل اللي قالوا سدن النبي أو أفعال يبقى كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله سن وتقييرات كما فعل سيدنا معاز حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقد فاتته ركعة أو أكثر فقال والله ما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال إلا واتبعته فدخل مع سيدنا النبي في الصلاة وما عملش زي الناس اللي كانت بتعمل يسأل أي واحد في الصف يصاله كام يقول له واحد يجب ركعة اثنين يجب ركعة إلا أودقى الفصال على طول فلما انتهى وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقر سيدنا معاز على فعله وأجمع الفقهاء على مر العصور والأزمان في كل عصر ومصر على حجية السن ما من عصر من العصور إلا وأجمع علماؤه على حجية السن وعلى أنها هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي من قال من الذي بيّن زكاة الذهب إذا ما قال أستاذنا الدكتور سيف نعرف إزاي نطلع زكاة الذهب أو زكاة الإبل أو زكاة الغنم أو زكاة البقرة أو زكاة ما تنبته الأرض يعني حتى ما تنبته الأرض اختلف الفقهاء هل في كل ما تنبته الأرض زكاة أم لا وعندنا السادة الأحناف قالوا كل ما تخرجه الأرض ويباع ويشترى فيه الزكاة وستدالوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أنا يعني دخلت يعني على الدكتور سيف كده الفقهة بتاعنا وما كان لي أن أدخل في هذا المجال لكن من الذي بيّن لنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بل إن السنة أحيانا قيدت المطلق كما ورد في الحديث حديث الرجل الذي أراد أن يوصي قال رسول الله أوصي بمالي كله قال فبشطره بنصفي قال فبثلثه قال نعم والثلث كثير يعني لو ظللنا نتحدث عن يعني مكانة السنة وحجية السنة يعني سنتحدث ساعات وساعات وسيتحدث غير ساعات وساعات كفى بالسنة أن من طبقها طاعة لرسول الله فقد أطاع الله طيب ومن أنكرها والعياذ بالله وجحدها قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحب ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إذن علق الله عز وجل كمال محبته على محبة سيدنا رسول الله وتطبيق ما جاء به وما نطق به قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولن تشمل الرحمة إنسانا جحدة سنة سيدنا رسول الله قال الله تعالى وأطيع الله والرسول لعلكم لعلكم ترحمون فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم حق وعلى العين وعلى الرأس قولا أو فعلا أو تقريرا أسأل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم ومن رحاب بيته الكريم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما وأن لا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا ولا في مصرنا شقيا ولا محروما كما أسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرقى وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى البر والتقوى إنه نعم المولى ونعم النصير أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم ونلتقي دائما على الخير وفي الخير دمتم في أمان الله هذه هي مصر وهؤلاء هم علماؤها حفظ الله بلادنا الحبيب مصر بحفظه وأمنها بأمنه ونصرها بنصره ورزقها برزقه وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء وعلى سائر بلاد العالمين نعم على سائر بلاد العالمين فرسالة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هي رسالة عالمية وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة العالم الجليل أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي مدير مدرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف والتي حدثنا فيها عن مكانة ومنزلة السنة النبوية المشرفة وما لها من أثر في حياتنا وإن كان فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل قد اختصر حديثه في التعامل والمعاملة حيث إنه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف فقد طوف فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين حول مكانة ومنزلة السنة النبوية من الناحية الدعوية ومن الناحية الحياتية والعلمية وبين أثر السنة النبوية في حياتنا روحي بروحك في الضياء تهيم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله روحي بروحك في الضياء تهيم والقلب مني في هواك والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي تتوق لقبر أن تساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الدعوي في أول أيام الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أيها الأحبة أكرر تحية إجلال وتعظيم إلى قواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر العاشر من رمضان وتحية إجلال وتعظيم إلى شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم وجادوا بأنفسهم وخضبوا بدمائهم الزكية رمال سيناء الحبيبة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ودوما تحيا مصر حفظها الله بحفظه وأمنها بأمنه أيها الأحبة غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته